بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالحياة مليئة بالأحداث بالمواقف بالقصص والتاريخ يعيد نفسه وإنما الذي يتغي وإنما هي الأسماء والشخص وما أجراه الله عز وجل على السابقين يجريه على اللاحقين إذا فعلوا فعلهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر فلابد من أخذ العبرة فحياكم الله في برنامجكم فاعتبوا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ذكر أن رجلا كانت عنده فرس هي معروفة بأصالتها طمع فيها طامع علم أن صاحب الفرس يخرج يوم كذا في ساعة كذا وأنه سوف يسلك طريق الصحراء فسبقه وارتمى بين رمال الصحراء فلما مر صاحب الفرس إذا به يسمع أنينة اتفت رجل ملقى في تلك الفلات قد تقطعت به حبائل السفر إسلامه دينه غيرته يفرضان عليه أن يقدم يد المساعدة إنما المؤمنون إخوة خيو الناس أنفعهم للناس من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة نزل صاحب الفرس وسق الرجل الماء ثم حمله وأركبه الفرس فلما تمكن منها أناخ بها وقال الفرس فرسي ونجحت خطتي فقال له صاحب الفرس لي عندك طلب قال ما هو قال إذا سألك الناس كيف حصلت عليها فلا تقل أني خدعته وأظهرت أني منقطع قال وماذا أقول قال قل لهم هو أهداها لي قال لما قال حتى لا ينقطع المعروف بين الناس سوف يجري على الحقيقة أناس يعبرون الطريق وسوف يجدون على الحقيقة من انقطعت به حبائل السفر فيقول بعضهم لبعض لا تساعدوه فإن فلانا قد ساعد فلانا فغدر به نكران الجميل خلق وضيع لا يتصف به إلا اللئام إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيمة مرد ناكر الجميل يقابل من أحسن إليه وأزداله المعروف يقابله بالمذمة بالانتقاص بالاتهام بالإيذاء ومن يصنع المعروف في غير أهله يكون حمده ذما عليه ويذمم المسلم الحق هو الذي يقابل الإحسان بالإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإن لم يستطع فيشكل ويثني ويدعو لصاحب المعروف من أزدى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فقولوا جزاك الله خيرا من الناس لا يقابل المعروف بالمعروف بل ينشل لسانه عن كلمة الشك أو الدعاء مخافة أن يستجاب له دعاء حديثنا عن نكران الجميل النكران هو ضد العرفان الجميل هو ضد القبيح عرف العلماء نكران الجميل فقالوا هو كفران نعمة المحسن التي أزديت إليه سواء كانت من الخالق أم المخلوق أقبح أنواع نكران الجميل هو نكران جميل الله عز وجل ونعم الله لا حد لها ولا حص وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وما بكم من نعمة فمن الله وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن نكران جميل الله عز وجل له صور الأولى أن يصرف نعم الله في معاصيه على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة من نكران الجميل هو نكران جميل الوالدين حق الوالدين عظيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رجلا يحمل أمه على كتيفه ويطوف بها حول الكعبة ويقول إني لها مطية لا تنفر إذا الركاب نفرت لا تنفر ما أطعمتني وأرضعتني أكثر الله ربي ذو الجلال الأكبر تظنني جازيتها يا ابن عمر قال لا ولا طلقة أي ولا صرخة من صرخات الولادة حادثة جرت أن أم جاءت لزيارة ولدها فلما نزلت في المطار لم تجد ولدها حن عليها بعض أهل الخير أخذها إلى داره ثم أخذ العنوان عنوان الولد وصار يبحث عنه حتى وصل إليه قال يا فلان جاءت أمك من سفر ولم تكن في استقبالها قال ترجع من حيث أتت تبين بعد ذلك أن الزوجة خيرته إما أنا وإما أمك أراد أن لا يغضبها الزوجة إذا كانت خبيثة لا دين لها تبقع الزوجة من أمه وأبيه وإخوانه وأخواته والزوج إذا كان جاهلاً غبياً أحمق قدم رضى الزوجة للزوجة حقوق وللوالدين حقوق فلا يضغى حق الزوجة على الوالدين بأن يلقي أباه أو أمه إلى دور العجزة وللوالدين حقوق فلا يضغى حق الوالدين على الزوجة أن يأمراه بطلاقها مثلاً سئل الإمام مالك قال له رجل إن أبي يأموني أن أطلق زوجتي فقال له الإمام مالك لا تفعل قال كيف ولقد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولده أن يطلق زوجه فطلقها قال نعم إذا كان أبوك مثل عمر إذا كان أبوك مثل عمر قد يبتل الرجل بأم ظالمة وأب ظالم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق من نكران الجميل ما يكون بين الزوجين نكران جميل الزوج حق الزوج عظيم أي ممرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تقول يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك إن الله فرض الجهاد على الرجال فإن أصابوا أجروا وإن أصيبوا فهم شهداء عند ربهم يوزقون فما لنا في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام أعلمي من وراءك من النساء أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يعدل ذلك كله وقليل من كن فاعله نكران جميل الزوج يكون بإنكار إحسانه وعطائه قول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء إني رأيت كن أكثر أهل النار قلن مما قال لأن كن تكفرنا قلن نكفرنا بالله قال لا تكفرنا العشير أي العشرة لو أحسن الزوج إليكن الدهر كله ثم أساء قلتن ما رأينا منك خيرا قط سئل أعرابي عن الزوجة السوء قال هي التي تدفن الحسنات تدفن حسنات زوجها وتنشر السيئات هي التي إذا ضحك زوجها بكت وإذا بكى زوجها ضحكت هي التي تعين الزمان على زوجها ولا تعين زوجها على الزمان هي التي يكون بيتها مزبول وصبيها مهزول هي الحنانة الحنانة الأنانة المنانة الحنانة هي التي تحن إلى أهلها مما فيه انتقاص لحق الزوج الأنانة التي تتمارض من غير مرض المنانة هي التي تمن على زوجها إذا أزدت إليه معروفة من نكران الجميل نكران جميل الزوجة والزوجة هي خي متع الدنيا كلها الدنيا متاع وخي متاعها الزوجة الصالحة نكران جميل الزوجة يكون بإهانتها جاء رجل إلى الحسن البصري يقول له إن عندي بنت فمن ترى أن أزوجها فقال الحسن البصري زوجها مما يتق الله فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها من نكران جميل الزوجة أن تطلق من غير موجب جاء أبو أيوب الأنصاري إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إني أريد طلاق أم أيوب فقال عليه الصلاة والسلام لا تفعل فإن طلاق أم أيوب لحرب حرب أي إذن إذا كانت الزوجة قائمة بحق زوجها بحق أبنائها بحق بيتها فمن نكران الجميل وكفران النعمة أن تطلق نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد أمة محمد إلى دينه ردا جميلا صل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر